اشتركوا في القناة المكتسبات والارتقاء بالطموحات لتحقيق انطلاقة تنموية كبرى ونوعية في كل الجوانب واستذكر سموه قائد مرحلة التمكين الشيخ خليفة بن زايد الانهيان ودوره في بناء دولة الامارات وتمتين اركانها الى جانب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان الانهيان طيب الله ثراهما مؤكدا على ما وصلت اليه الدولة من تقدم في ظل الاتحاد الذي ارساه المؤسسون في امارات الدولة السبع في الثاني من ديسمبر عام 1971 ودعى رئيس دولة الامارات الان يكون العنوان الاساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في اداء الواجب مشددا على ان المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل ومثابر وانجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون او التراخي لان الطموحات الكبيرة تحتاج الى عزيمة اكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر